تعالوا شوفوا الرئيس وبتكلم معهم على الهجرة غير الشرعية بقول لهم انه احنا على مدار الفترة الماضية مفيش مركب واحدة خرجت من مصر الهجرة غير الشرعية اللي كل دول الاوروبية بتخشى وبتهاب وبتخاف وبترتجف منها لان بتعمل تغيير في الخريطة الديمغرافية عندهم والثقافية الاخيرة الرئيس نهاردة قال لهم احنا في مصر مفيش مركب واحدة خرجت فيها هجرة غير الشرعية احنا بنحاول معاكم ونجحنا في هذا ان احنا نمنع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل لكن كل الهجرة بتيجي من الشعوب او الدول الافريقية المغلوب على امرها اقتصادية نستمع الى الرئيس في مصر لم تخرج مركب هجرة غير شرعية بس انا عايز اقول نقطة مهمة كل الهجرة اللي جات لمصر من الدول الافريقية ومن الدول اللي كان فيها مشاكل وصلت حتى الان في مصر الستة مليون ستة مليون مواطن ومواطنة من افريقيا ومن دول اخرى حصل فيها عدم استقرار بس مصر قابت من منظور حقوق الانسان انها تسمح بالمزايدة على بالمزايدة بهذه احنا بنسميهم في مصر ضيوف ما بنسمهمش لاجئين وما عندناش معسكرات للاجئين في مصر هم بيعيشوا زي كل المصرين بيعيشوا بيتعلموا في مدرسنا وبيتعالجوا في مستشفائتنا ده كلام مهم جدا رئيس بيقوله ان احنا في مصر عندنا في حوالي ستة سبع مليون لاجئ ما اسمهمش لاجئين اسمهم ضيوف لا يوجد في مصر مخيم لاجئين واحد لا يوجد في مصر مخيم لاجئين واحد ولا يطلق هذا على اي ضيف من الضيوف سواء الاشقاء العرب او الاشقاء الافرقة مصر مفتوحة للجميع الرئيس بيقولهم انه اوروبا بتخشى وبتخاف جدا جدا من اللاجئين وفي دول بتبتز اوروبا بين اللاجئين لكن احنا لم نقبل بهذا ولم نصنع هذا واخلقنا لا تسمح لنا بهذا استمع ان الرئيس اذا كنا بنكلم عن هجرة غير شرعية فمصر فيها ستة مليون هجرة مواطن غير شرعية يقيموا في مصر ليس في معسكرات لاجئين ولم نقبل من منظور اخلاقي وانساني ان احنا نسيبهم يتحركوا في اتجاه اوروبا ولقوا مصرهم في البحر ولقوا مصرهم في البحر لا احنا قلنا لا احنا مش هنسمح بذا حتى لا نصدر المشاكل لأوروبا وايضا حتى لا نلقي بهؤلاء الناس الى المجهول في البحر او المجهول للضياع يعني